بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة grade 6 تعالوا نكمل كلامنا ونبدأ في لسون جديد في الconcept concept 3 ونكمل كلامنا في حدوطة الانيرجيز اللي حوالينا الماجنيتزم والإلكترست بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنشر القناة ما بين أصحابكم وحبيب يريد كمان تنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيت وكمان التليجرام يلا نبدأ سوى lesson 3 in concept 3 unit 1 كنا اتفقنا ان احنا في الconcept دا حنتكلم عن الانيرجي as a system في lesson 3 بقى حنتكلم عن الالكترست ازاي نقدر نعمل generate للالكترستي يعني make electricity عندنا device جاي من نفس الكلمة اسمها generate الالكترستي والdevice اسمه generator مننا ممكن نكون سمعنا عن الحاجات دي عن الجنيريتر دا ايام الكهرباء ما بتقطع كتير يقولك اصل الجنيريتر في المكان بقى ضروري اصل احنا جابنا generator اصل المستشفيات لي يا ماما ما بتقطعش عندها الكهرباء تقولك اصل المستشفيات بيبقى عندها generator او يقولك ساعة عندها مولد يعني ايه بقى ايه الجنيريتر دا الجنيريتر دا device او tool فكرتها سهلة هي عبارة mainly عن حاجتي consist من large magnet ومعاه coiled wire بس الحدودة خلصت على كده كل بقى ما تستخدم magnet بشكل مختلف وcoiled wire بشكل مختلف هيديك electricity اكبر او اقل لكن هي نفس الفكرة كل مر magnet اهو وcoiled wire اهو طبعا ممكن نلاقي شكل دا مختلف عن شكل تاني في صورة تانية للجنيريتر تاني لكن كل مرة هتلاقي magnet وحتلاقي coiled wire يعني wire معموله coil ملفوف حوالين بعض وكده شغلانتوا ايه مثل جنيريتر دا وليه احنا اصلا بنتكلم عليه الجنيريتر دا يا شباب مهم جدا لانه بيقدر يعملي generate للإلكتريست يعني بيديني إلكتريست طيب يديني إلكتريست يوم مال حياخد مني ايه حقولك بص الحدودة سهلة قوي الجنيريتر دا شغلانتوا انه يعمل change للميكانيكا الانرجي او اللي اسمها kinetic energy يعني الموفمنت اللي بتحصل الحركة اللي حنعملها للماجنت او الكويل دا ياخد الماجنتيك انرجي دي اللي اسمها كاينتيك ساعد ويديك بدلها electric energy الالكتريك انرجي دي بقى اعمل بيها اللي انت عايز يسير عايز نعمل بيها lightening للهاوس تمام operating للالكتريك ديفايسز تمام الحدودة كلها يا شباب موفمنت حصلت ادتني kinetic energy اللي هو اسم الدلع بتاعها mechanical energy اللي خدناها في grade 4 وداني بدلها electric energy يبقى خلي بالك انت كل مرة بتدور الموفمنت حصلت ازاي علشان تديك الالكتريست ليه يا ميس بنحكي الحدودة دي؟ لانه كل مرة الماجنت بتاعك هقولك انه هو عمل spine يعني عمل موف بسبيدة عالية قوي اهل spinning magnets دي هي اللي عملتلي الالكتريك شارج بتاعتي اللي ماشيت في الواير وداتني الكتريست الفكرة بقى كلها ايه اللي خلى الماجنت ده يعمل spine ايه اللي خلى الماجنت ده يحصل له موفمنت ايه اللي ادى للماجنت ده الميكانيكال او الكينيتك انرجي اللي حيحولها لي بعد كده الجنريتور ده لالكتريك انرجي عندي كذا force تقدر تخليلي الماجنت ده يعمل spine او يعمل موفمنت علشان يجنريت الالكتريست على حسب كل force هنقسمهم ل3 categories طيب الفكرة كلها في الماجنت ده ازاي يتحرك الماجنت اللي جوه الجنريتور ازاي عمل spine او ايه اللي خلاه يعمل الموفمنت علشان يديني الانيرجي اول شكل معانا اهو اللي خدناه في grade 5 لما كنا بنتكلم عن الووتر اللي موجودة في الدعم زي السد كده كنا بنقول ان فيه شوية ووتر هنا وقفلين عليهم كده واول ما بنفتح الووتر دي الووتر بتعمل موف وتمشي يتحرك التوربينز التوربينز دي لما تتحرك تخلي الماجنت اللي جوه الجنريتور هو كمان يعمل موفمنت وتديك الالكتريست الحدوتة اللي في الاخر دي كل مرة هنقول يعني كل مرة هقولك الماجنت اللي في الجنريتور هيعمل spine بس ايه اللي حركه اول مرة الووتر دام هي اللي شغلتلي الووتر توربي تاني مرة ممكن نعملها في الويند برضو اللي اخدناها برضو في جريت 5 لما كنا بنتكلم عن الويند التوربين ايه التوربين اهو ايه دي التوربين اهو اللي لازق في الجنريتور اللي حيخلي جواه الماجنت يعمل موفمنت ايه اللي خلت توربين دا يتحرك هي الويند اهو الويند يوز تو اوبرات الويند توربين عملتلي ايه نفس الفكرة causing the magnet in generator to spine وكمان نفس الحدوتة اللي شفناها في جريت 5 برضو لما اتكلمنا ان انا ممكن استخدم اي سورس من الفيور اللي حوالي ايه oil can او cool وعمل بيه heating للووتر لغاية ما خليها يحصل لها boiling والpoil دا يديني steam اهو الداني اللي استيم اهو اللي استيم دا با عارك التوربين ونفس الكلام للاخر التوربين خلى الماجنت اللي جواه الجنريتور يحصل لها spine والداني الالكتريست يبقى الحدوتة كل مرة هتخلص نفس الفكرة ان الماجنت اللي في الجنريتور هيحصل له spine والديني electric inner التغيير في ايه؟ ايه اللي خلى الماجنت اللي في الجنريتور دا يضحر مرة بالووتر توربين لو هي الووتر ومرة بالويند توربين لو هي الويند ومرة اي سورس من الفيول بتاعنا اللي عمل ووتر boil وطلع لي الاستيم اللي عملت لي نفس الفكرة ان الماجنت يحصل له spine وان الماجنت دا يعمل movement ويديني electric energy تعالوا بقى نشوف الانيرجي as a system واللي هي فكرة concept قالك الاول علشان نتكلم عن الالكتريستي رازم نعرفها كوي لازم يبقى عندنا شوية concept وشوية كلمات كده فاهمينها عن الالكتريستي علشان نقدر نتكلم عليها بشكل اوضح الالكتريستي يا شباب والماجنتزم اللي اتنين انرجي دول فيهم حاجات كتير قوي من بعض فيهم relation ما بينهم وبين بعض على فكرة فيه برضو انرجي ستانية ما بينها وما بين بعض لينك كده زي الهيت واللايت تلاقي اغلب الحاجات اللي بتديك هيت انرجي زي الفاير مثلا بتديك معاها لايت انرجي حتى الحاجات اللي بتديك لايت انرجي زي اللامب تديك معاها شوية هيت انرجي ههم تحس انه هم اخوات كده او قرايب نفس الكلام في الاتنين انرجي دول اللي هم الالكتريستي والماجنتزم هيقولك ويعرفك خلي بالك لو فيه فلو من الالكتريستي ماشي في واير ممكن اسمي الالكتريستي اللي ماشي دي اسميها electric current يعني شوية الالكتريستي اللي ماشي في الواير ممكن اقول عليهم الالكتريستي لكن الاسم الادق للفلو ده او الاسم الادق ليهم electric current قلي بالك كمان الالكتريك current ده عبارة عن ايه عبارة عن شوية tiny charged particles يعني very small charged particles يعني particles ليها charge ليها sign positive او negative لو تفتكها لو بصتها على اي بطارية هتلاقي مكتوب عليها positive والنحي التانية مكتوب عليها negative اهو دي فكرة اللي تشارج اللي بنتكلم عليه الالكتريك كارنت ده بيمشي او بيعمل movement through الكوندكتور جوة الواير بتاعنا ده على شكل tiny charged particles كمان حاجة بقى خلي بالك ليه قولنا ان الماجنتزم والالكتريست اخوات علشان النقطة ده الالكتريك كارنت وهو ماشي جوة الواير بيعمل حواليه magnetic effect بنسميه magnetic field احنا خدنا الكلمة دي قبل كده خدناها لما تكلمنا ان الماجنت بيبقى حواليه area كده يقدر يظهر فيها الفورس بتاعته اسمها magnetic field اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه من ماجنت من شوية واحنا بنتكلم في الجنريتور قدرنا نعمل الالكتريستي ودلوقتي بالالكتريستي اهل في البتاري قدرت اعمل ماجنت وقدرت اخلي ال iron nailed او ال paper clips اللي معمولة من ال iron دي يحصل لها attract نحية الكور بتاعي او نحية في الصورة دي نحية النيل اللي معمول من ال iron بتاعي يبقى دلوقتي ال electric current وهو ماشي عمل لي حواليه حاجة كده اسمها magnetic field شغال كأنه ماجنت بالزبط قالك بقى خلي بالك تقدر تعمل الحدودة دي لو جبت اي metal core يعني اي مصمار من الحديد مثلا تخين شوية واي حاجة كده iron تخين شوية نسميها metal core وعملنا عليها كويل لفينا عليها شوية ال wire ده لفيناه عليه كده نلاقي طبعا وصلنا بالبتل نلاقي ان ال metal core ده شغال بالزبط كأنه ماجنت يقدر هو كمان يعمل اتراكت لل iron nail ويبقى حواليه magnetic field وتمان بالزبط كأنه ماجنت شوفنا بقى ازاي الالكتراستي والماجنتزم وهم كمان اخوات بالجنريتور استخدمت الماجنت وعملت منه الالكتراستي وبالشكل اللي قدامنا ده استخدمت الالكتراستي وقدرت ان انا اعمل منها ماجنت ده يفهمني ايه تاني؟ يفهمني ان الالكتراستي والماجنتزم دول can work together بعد كده هنتكلم عن الكمبوننت بتاعة الالكتراستي ودي هنفهمها ونفهم هي الالكتراستي بتمشي ازاي ويا ترى ايه هي اللي حكينا عنها المرة اللي جاية ده اللي هنفهمه في بارتتو بإذن الله ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق